بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا ومحمده وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم رح يكون استكمالا للدرس الماضي يا أبطال اللي هو إيقاف الكرة بالقدم راقم اثنين يا أبطال متطلبات النشاط البدني يا أبطال أكيد أنكم خلال فترة الدراسة خلال فترة الإجازة خلال أي يوم من أيام حياتكم يا أبطال لازم تعملوا فيها أولا حتى نؤدي أنشطتنا اليومية بكل قوة لازم نمد أجسامنا بالطاقة كيف نمد أجسامنا بالطاقة؟ من خلال أهم حاجتين النوم المبكر وتجنب السهر والغذاء الصحي المناسب في المنزل من خلال تناول ثلاث وجبات فطور وغدا وعشاوة في أوقاتها الصحيحة في المنزل فإذا نمنا جيدا بالوقت الصحيح ستنتظم الوجبات الثلاث في أوقاتها الصحيحة بعد ذلك نمارس الرياضة بارتداء الملابس الرياضية المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية حتى نشعر بأريحية أثناء ممارسة الأنشطة أربعة الأمن والسلامة لما نتكلم عن الأمن والسلامة أثناء ممارسة النشاط البدني الإضاءة يا أبطال التهوية عدم وجود أتربة أو غبار عدم وجود عوائق تتسبب لك بإصابات لا سمح الله تتوقف عن ممارسة النشاط البدني أيضا إذا كنت تشعر بتعب أو جهد أو إعياء توقف عن ممارسة النشاط البدني يا بطل بعد ذلك يا أبطال شرب كميات كافية من المياه لما نتكلم عن شرب كميات كافية من المياه طوال يوم خصوصا أثناء وبعد ممارسة النشاط البدني حتى تعوض السواء اللي يفقدها الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني من خلال عملية التعرق المتطلبات هذه هل هي فقط عند أداء النشاط الرياضي؟ لا يفترض طوال أيام حياتك خصوصا عند أداء نشاط قوي خصوصا مثل الأنشطة الرياضية فلازم تكون معك المتطلبات هذه حتى تعيش في حياة صحية وإذا توفرت المتطلبات نمارس الرياضة وإذا مارسنا الرياضة يا أبطال رح نحصل على الفوائد يا أبطال الفوائد أولا ترفع مستوى اللياقة يا أبطال تخليك ما تتعب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية تكون إيش؟ دائما بحركة مستمرة من دون تعب أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك تخلي عقلك ومزاجك دائما يكون إيجابي يكون مبتسم تكون سعيد أيضا تحسن شكل جسمك وتظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق وتقيك بإذن الله من أمراض عدة مثل أمراض القلب والسكري وأيضا السؤمنة المفرطة يا أبطال أخيرا تخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك خصوصا الرياضية منها يا أبطال عرفنا المتطلبات إذا توفرت عندنا المتطلبات وعملنا بها يا أبطال نمارس الرياضة حتى نحصل على الفوائد بعد ذلك نعيش حياة صحية وسعيدة بعيدة عن الأمراض يا أبطال طيب يا أبطال جاهزين ندخل على جانب الإحماء أول تمريم معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان الجري الخفيف في المكان على القدمين قف جري خفيف في المكان تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهنا من جزء الأول من التمرين أول رح نعيد نفس التمرين ولكن المرة هذه رح نزيد السرعة يا أبطال جاهزين مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عشرة أطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من التمرين الأول ندخل الآن على التمرين الثاني اللي ظاهر معنا يا أبطال تبادل فتح القدمين عرضا تمريين جدا بسيط وسهل يا أبطال نضع اليدين في المنتصب هنا تبادل فتح القدمين عرضا القدمين فقط يا أبطال يدين ثابتة تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني أكيد الآن وش اللي حاصل بنبضات القلب بدأت ترتفع نبضات قلبي صرنا نشر بنبضات القلبي أبطال لذلك حتى نخفض معدن نبضات قلب لازم نتنفس بشكل صحيح طريقة التنفس بشكل صحيح عن طريق عملية الشهيق والزفير والتي هي سحب الهواء من الأنف بكل هدوء واخراجه بكل هدوء من الفم سويها مع بعض يا أبطال من مرتين إلى ثلاث مرات يا أبطال التمرين الثالث ثاني الجذع من ناحية لي سار أربع عدات من ناحية لي مين أربع عدات جاهزين يا أبطال مع بعض تمريين جمع ابتدي يا سار نين ثلاث ربع عمين نين ثلاث ربع عدات جги نين ثلاث ربع عمين ثلاث ربع عمين نين ثلاثة ربعي سار ثلاثة ربعي مين ثلاثة ربعي سار ثلاثة ربعي مين ثلاثة ربعي سار ثلاثة ربعي مين ثلاثة ربعي سار ثلاثة ربع آخر مرة جمعا قف طيب كده نكون انتهينا من التمرين الأول وانتهينا من التمرين الثاني أبطال وانتهينا من التمرين الثالث ننتقل للتمرين الأخير معنا يا أبطال في الإحنا تمرين سكوات النزول بشكل كامل والصعود بشكل كامل نفتح القدمين باتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم نحضر التوازن والنزول كاملا نعده رقم واحد ننزل بشكل كامل ثم نعود مرة ثانية ونقف بشكل كامل عده رقم اثنين نفس الشي نزول كامل ثم صعود كامل يا أبطال جاهزين ما بعض تمرين جماعة ابتدي واحد انين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عاشرة نعطيكم العافية يا أبطال كذا نكون انتهينا من آداء أربع تمارين كذا ندخل على جانب الإطالات يا أبطال أول تمارين معنا في جانب الإطالات النزول ثاني الجذع محاولة الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له حتى تشعر بالعضلة الخلفية للفخص يا أبطال جاهزين نبدأ بالقدم اليمنى ما بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع تمان تسع عشر ليد الأخرى يا أبطال يد الأخرى واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال أكيد مثل ما أطينا العضلة الخلفية حقها من التمرين أيضا العضلة الأمامية لازم نعطيها حقها من التمرين من خلال التمرين اللي ظاهر معنا في الصورة يا أبطال من خلال سحب القدم حتى تشعر بالعضلة الأمامية هنا يا بطل جاهزين سوي التمرين مع بعض يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع تمعان تسع عشر أطيكم العافية يا أبطال الآن ننتقل إلى الجزء العلوي من الجسم وأول تمريم معنا اللي ظاهر بالصورة يا أبطال تمريم هذا يا أبطال يفتم العضلة الخلفية باليد من خلال سحب المرفق باليد الأخرى يا أبطال جاهزين مع بعض تمريم جماعي ابتدي واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ليد الأخرى يا أبطال واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال وآخر تمريم معنا لهذا اليوم سحب اليد اليمين إلى اليسار باليد اليسرى وسحب اليد اليسار إلى اليمين باليد اليمنى جاهزين يا أبطال مع بعض تمريم جماعي ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع امان تسع عشر ليد الأخرى يا أبطال ليد الأخرى واحد نين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عشر أريدكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من تمارين الإحماء بشكل كامل يا أبطال ونذكر دائما أنه أهمية الإحماء أنه مجموعة تمارين بسيطة لتهيئة العضلات حتى لا نتعرض الإصابات أكيد كلكم أبطال تشاهدون رياضات مختلفة أبرزها يمكن كرة القدم نشوف اللاعب مستوى لياقي جدا عالي لكن ينزل قبل المنبرات يجري حركات الإحماء حتى إيش يتفادى الإصابات العضلية يا أبطال أيضا أهمية ممارسة الرياضة وهذا اللي نتكلم عنه بداية كل حصة وعشان كده نجري حركات الإحماء أهمية ممارسة الرياضة لحفظ صحتك يا أبطال دائما نذكر بالمتطلبات بداية كل درس بعد ذلك نمارس الرياضة حتى نحصل على فوائد الرياضة حتى يا أبطال تعيش حياة صحية سعيدة خالية من الأمراض إن شاء الله يا أبطال طيب كده نكون انتهينا خلونا ندخل على درسنا لهذا اليوم درسنا إيقاف الكرة بالقدم ماذا نقصد بإيقاف الكرة بالقدم؟ هي إيقاف الكرة المتدحرجة بالقدم من مهارات التحكم والسيطرة الأولى التي ينبغي أن يتعلمها الطالب أو الطالبة فهي تنمي التوقيت المكاني والزماني مع تحديد ارتفاع القدم نحن نعرف أبطال أنه في كرة القدم في أشكال كثيرة لوصول الكرة لك ممكن أنها توصل للجزء العلوي منك ممكن أنها تكون جزء المتوسط من جهة الصدر ممكن أيضا أنها توصل إلى جهة الفخت أيضا إلى جهة الركبة إلى جهة القدم أو تكون كرة أرضية تستطيع استلامها وهذا أكثر ما يشاع استخدامها في المباريات يا أبطال لذلك يا أبطال لازم نعرف كيفية استلام الكرة بشكل صحيح لأن الثواني تفرق في أي رياضة لو استلمت الكرة بشكل صحيح معناتها رح تبني كرتك بشكل صحيح معناتها رح تمرر زميلك بشكل صحيح فتعلم الأساسيات بشكل صحيح منذ الصغر رح يطور مستواك البعض ممكن يقول أنا مثلا ألعب في نادي أو أني أمارس كرة القدم حتى قبل أن أدخل المدرسة هذا شيء جميل لكن يجب عليك أنك تتأسس بشكل صحيح وتؤدي المهارات بشكل صحيح وبشكلها الصحيح وتتعلم خطواتها الفنية بشكل صحيح حتى تتدرج في المهارات المرتبطة بها يا بطل وتتعلمها كاملة بشكل صحيح وتدخلها في مباراة كرة القدم وتصل إلى مستوى عالي واحترافي يا بطل لذلك أول أشكال إيقاف الكرة دائما هو إيقاف الكرة بالقدم وهي الكرات الأرضية البسيطة اللي قلنا أكثر استخداما في المباراة خلونا نشوف الخطوات الفنية مع بعض يا أبطال تتم هذه المهارة من وضع الوقوف للأمام وتستند القدم الأمامية على العقب على الأرض شايفين؟ القدم الأمامية اللي راح تستلم الكرة تستند على العقب يعني معناتها ما يكون فيها ارتفاع كبير جدا يتم بعد ذلك رفع العقب على الأرض بحيث يشكل باطن القدم زاوية حادة مع الأرض يعني معناتها يتم رفع العقب قليلا إلى الأعلى حتى يشكل زاوية حادة يا أبطال اللي هي القدم تكون تشكل زاوية حادة مع الأرض وتشير مقدمة القدم للأمام ولأعلى معناتها أن القدم يا أبطال قبل استلام الكرة أو لحظة استلام الكرة تشير للأمام ولأعلى يا أبطال ما تكون تشير إلى الخارج أو للداخل يا أبطال بل تشير دائما إلى الأمام باتجاه الكرة اللي جاي لها وإلى أعلى حتى أستطيع استلامها ورفع القدم اتجاه الكرة بحيث يقابل باطن القدم الكرة لإيقافها ويراعى مد القدم الأمامية لتقابل منتصف الكرة وتنتهي الكرة بتوقف الكرة نتيجة الضغط على الكرة بين القدم والأرض طيب معنى هذا يا أبطال هل تتصور أنه أثناء المباراة تقريبا ممكن اللاعب الواحد يمرر أكثر من 50 إلى 60 إلى 100 تمرير أحيانا لذلك يا أبطال لما تكون الكرة تأتي له رح تجيب أشكال مختلفة لما الكرة تجي على الأرض رح تجي كرة جدا بسيطة من لاعب قريب رح تجي كرة جدا طويلة من لاعب جدا بعيد ورح تجي كرة سريعة لأنه غير متوقعة إما من لاعب منافس إما من حارس المرمى إما من زميل منافس أو من زميلي في نفس الفريق لذلك يجب على اللاعب دائما أن تكون عنده ردة فعل عالية لاستلام الكرة فلازم يهيئ نفسه كيف يهيئ نفسه؟ يبدأ بتعلم الخطوات الفنية التي ذكرناها تبدأ من خلال رفع العقب رفع العقب هنا يا أبطال أرفع بالشكل هذا؟ لا قبل لا أستلم الكرة تقدم القدم اللي رح أستلم فيها الكرة ويتم رفعها على العقب بعد ذلك يكون رفعها بشكل تدريجي حتى تشكل مع الأرض زاوية حادة يا أبطال أيضا اتجاه القدم لا يفترض أن يكون للخارج كده البعض رح يستلم الكرة رح يستلمها بالشكل هذا وهذا خطأ أو البعض رح يستلمها بالشكل هذا وهذا خطأ إحنا ما نتكلم عن استلام الكرة بالجانبين لا نتكلم عن إيقاف الكرة بالقدم معناتها أنه لازم أرفع القدم لا يجب أن تشير القدم لليمين أو لليسار بل للأمام ولأعلى يا أبطال والعقب مستند على الأرض حتى أثبت القدم على منتصف الكرة وهنا رح أوقف الكرة أكيد شكل الكرة اللي جايتك هو اللي رح يحكم هل أنت رح توقف الكرة أو تستلمها بشكل ثاني لازم تعرف الخطوات الفنية لاستلام الكرة بالقدم حتى تستطيع التطور بالمهارات الأخرى يا بطل خلونا نشوف نموذج مع بعض يا أبطال نشوف طبعا لما نفكر في المهارة أكيد أنه ما رح نقعد طول الوقت إحنا رفعين العقب لا لحظة تمرير الكرة أو وصولها قبل وصولها على طول يتم أداء الخطوات بشكل تدريجي نشوف هنا يا أبطال رفع القدم قبل وصول الكرة لك يا بطل قبل وصول الكرة لك خطوات التدرج بالمهارة أولا يا أبطال أداء المهارة بدون كرة كيف أداء المهارة بدون كرة إحنا لما الآن نشاهد الدرس نوقف على القدمين يا أبطال نحاول أننا إيش نؤدي المهارة بدون كرة نحاول أننا نؤدي المهارة وكأن الكرة جايتنا نحاول نرفع العقب يتجه للأمام ولأعلى كل شوي نرجع ونحاول نسوي مرة ثانية نغير من الحركة مثلا أنك تكون من الحركة كانت من الثبات ثم نحاول نتحرك ثم نوقف نرفع العقب بشكل صحيح وللأمام ولأعلى كذا أنا أكون أخذ تصور عن طريقة أداء المهارة بإيش؟ بوضع قدمي بشكل صحيح ووضع أو استخدام الخطوات الفنية بشكل صحيح بدون وجود كرة بعد ذلك يا أبطال آداء المهارة بالكرة مثل ما ذكرنا بالخطوات الفنية ولكن ندخل الكرة بعدها آداء المهارة بوجود لاعب منافس وهنا زدنا الصعوبة شوي يا أبطال أكيد أنه لما يكون في لاعب منافس في مباريات كرة القدم لا تعتقد أن اللاعب المنافس سيجعلك مرتاح وانتستلم الكرة سيضغط عليك في أي مكان في الملعب لذلك يجب عليك أنك تدخل أجواء المباريات من خلال التعود من أداء التمرين والتدرج قلنا بدون كرة ثم استخدام كرة ثم وجود لاعب منافس حتى تحاكي أداء التمرير في المباريات أو الاستلام أو إيقاف الكرة في المباريات يا أبطال أيضا يجب عليك يا بطل ربط المهارة بالمهارات الأخرى مثل التمرير والاستلام بكافة أشكاله أو التصويب بعد الاستلام وهكذا يتم ربط المهارات كاملة والتأسيس بشكل جيد رح يرفع مستوىك يا بطل نأخذ مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يا أبطال سؤالنا الأول تعتبر مهارة إيقاف الكرة بالقدم من مهارات التحكم والسيطرة هل هي من مهارات التحكم والسيطرة؟ شوف الإجابة يا أبطال إجابة صحيحة صحيحة أن كرة قادمة لازم أني أتحكم بأجزاء جسمي وأحاول أني أسيطر على الأدات اللي هي كرة القدم اللي جايي ولازم أتحكم وأسيطر على الكرة يا أبطال لذلك إجابة صحيحة السؤال الثاني تتم مهارة إيقاف الكرة بالقدم من وضع؟ أكيد يا أبطال جميع مهارات كرة القدم تؤدى من إيش؟ من وضع أبطال من وضع الوقوف يا أبطال في ختام الدرس أتمنى أنكم تكونوا أن استفدتم استمتعتم معنا في درسنا لهذا اليوم ألتقيكم في حصص قادمة إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله